طبعا الشياعات مش حتسبنا النهار ده المركز الإعلامي المجلس الوزراء نفى ما نشر من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية المركز ضلع بيان وقال فيه أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية اللي نفت هذه الأنباء وأكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وشدد البيان على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ لرجال الأعمال على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بدون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على كاهل المواطنين حزب الوفد الذي يعتبر من أعرق الأحزاب المصرية تاريخ طويل من التواجد على الساحة السياسية المصرية منذ أكتر من مئة سنة خلال الأيام القليلة شهد الحزب انتخابات في المكتب التنفيذي وأصفرت الانتخابات عن فوز دكتور ياسر الهضيبي بمنصب سكرتير العام للحزب بإجمالي أصوات 34 صوتاً وفوز الدكتور ياسر حسب بمنصب أمين عام صندوق للحزب بإجمالي أصوات حوالي 33 صوت وفوز الدكتور هاني سري الدين والنائب سلمان وهدان والمهندس حسين منصور والنائب عبد البسط الشرقاوي والدكتور خالد قليل بمنصب نائب رئيس الحزب وفاز بمنصب السكرتير المساعدة كل من أنور بهادر وجمال شحاتة وكازم فاضل وحاتم رسلان وعباس حزين والنائب هاني أبازة وعضوية المكتب التنفيذي كل من النائب طارق عبد العزيز دكتور محمد الزاهد محمد حلمي سويلم والنائب إيهاب عبد العظيم موسيقى